شهدت الساحة العراقية بالأمس تضارباً بالروايات بين الرسمية وشبه الرسمية حول ما هي ما حدث في معسكر كالسو شمال بابل بابل خلية الإعلام الأمن العراقية أعلنت مقتل عنصر من الحجد الشعبي وإصابة ثمانية آخرين في انفجار وحريق داخل معسكر كالسو بشمال بابل مشيرة إلى عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبيل الانفجار وفي أثنائه أما الحشد الشعبي العراقي فأفاد بأن الانفجار الذي استهدف القاعدة نتجة عن هجوم المزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل الحدث جابر جمال أهلاً وسهلاً بك جابر معنا في التاسعة عشرة أي تحديثات جديدة بشأن هذا الانفجار أو الاستهداف لم نتأكد بعد من التسمية من المصادر الرسمية والشبهة رسمية ما الذي جرى بالضبط أي تحديثات بشأن عدد القتلى الوضع بهذه القاعدة كيف يبدو الآن؟ إذا نبدأ من موضوع عدد القتلى فالعدد القتلى هو منتسب واحد أما الإصابات فتضاربت الأعداد في رواية خلية الإعلام الأمني تحدثت عن ثمانية أو ثمان إصابات بينما رواية المجلس الأمني لمحافظة بابل تحدث عن 22 إصابة بين صفوف المتسبين من بينهم إصابة أو إصابتين لعناصر من الجيش العراقي المتواجدين ضمن تلك القاعدة تعلمين أن هذه القاعدة مقسمة وهي مشتركة ما بين قوات الحجد الشعبي وكذلك الجيش العراقي وكذلك الشرطة للتحادية التابعة لوزارة الداخلية إذا ما نذهب إلى نتائج التحقيقات حتى الآن لم تعلن ولم تفصح الجهات التحقيقية واللجان المكلفة بعملية التحقيق عن أسباب هذا الانفجار الذي حدث هناك من تحدث على الطرف الآخر وهنا نتحدث عن بعض الجهات السياسية وبعض المدونين السياسيين هم يتحدثون عن هجوم صاروخي هجوم إسرائيلي على تلك القاعدة رغم أن الرواية الرسمية لا تشير إلى وجود عملية قصف أو استهداف بالطيران المسير أو الطيران العسكري بينما هناك من يذهب بأن عملية القصف تمت من خلال الصواريخ سواء الموجهة أو غير الموجهة بحسب ما نتج من حقيقة حفرة في مكان الحادث وبعمق خمسة أمتار وبقطر أكثر من عشرة أمتار بالتالي هناك روايات متضاربة بعد أن أعلنت الحكومة العراقية أو خلية الإعلام الأمني عن البيان الذي صدر في ساعات الصباح الأولى بعد ذلك لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الجهات المعنية رغم تشكيل لجان تحقيقية هناك لجنتان تقوم بعملية التحقيق لكن حتى الآن لم تظهر أي تفاصيل أخرى قبل ثواني من أن ننضم معكم في هذه التغطية تم تداول مقطع فيديو من داخل القاعدة يوثق اللحظات الأولى لحادثة الانفجار طبعا هذا المقطع الفيديوي انتشر على إحدى المنصات المقربة على الفصائل لكن ننتظر تحليلات الخبراء الأمنيين أو ما سينتج بعد ذلك من التحليلات وتفسيرات توضح طبيعة الانفجار هل هو انفجار من الأرض هل هو وقع بطائرة مسيرة أم بصاروخ يعني كما تداولت بعض المنصات وبعض الخبراء الأمنيين هذا الفيديو ربما سوف يكشف حقائق كثيرة وينهي جدل الملابسات التي عاشها العراقيون منذ الساعة الثالثة أو الساعة الواحدة من فجر اليوم ووصولا إلى الآن هناك روايات كثيرة هناك تضارب بالروايات هناك تضارب بالتصريحات وهناك صمت بذات الوقت وجدل هذه التفسيرات مارية يعود إلى الصاروخ أو الصواريخ التي سقطت قبل يومين في محافظة واسط هذه المحافظة القريبة على الحدود العراقية الإيرانية حتى الآن أيضا لم يجد المحللون أو المفسرون أو من يتابع الشأن الأمني أي ملاحظات أو أي تفسيرات منطقية أو إضاحات تبين حقيقة طبيعة القصف أنا أشكرك جزيلا شكر لحد اللحظة مرسلنا من بغداد جابر جمال نقلت وكالة شفق نيوز عن مصادر في فصائل عراقية مسلحة قولها إن الفصائل دخلت في صمت إعلامي إلى غاية عقدها اجتماعا مع رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بشأن مخرجات اجتماعاته في واشنطن حيال إخراج القوات الأمريكية من العراق وقالت مصادر الوكالة إن هيئة تنسيقية أو هيئة تنسيقية تلك الفصائل أعطت توجيهات بعدم إعطاء أي تصريحات إعلامية حتى بخصوص الانفجار الذي طال أحد المعسكرات معسكرات الحشد الشعبي في بابل وأضافت المصادر أن الصمت الإعلامي سوف ينتهي بعد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وحينها سيكون للفصائل موقف معلن بشأن استمرار إقاف عمليات هذه الدقوات الأمريكية أو استئنافها قال وزير الدفاع العراقي يثابت العباسي إن رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بحث مع وزير الدفاع الأمريكي لويدوستن خلال زيارته لواشنطن بحثاء التعاقد على شراء طائرات عمودية ومنظومة مسيرات وكذلك دعم طائرات أف ستة عشر أشار الوزير العراقي إلى رغبة أكثر من خمسين شركة معظمها أجنبي للاستثمار في العراق وتسويق معداتها العسكرية